بثلاثية مقابل هدف الاهل يفوز على المقاولون العرب الاهل يبدع ويتقلق سجل للاهل التوأم حسام وابراهيم وايضا الاهل يلحق الهزيمة الاولى للمقاولون العرب الهدف التاني لللاعب حسام عادل ابراهيم عادل من متابعة جيدة من عمر سيد معاوط والهدف الثالث من مجهود فردي من وسط الملعب لللاعب حسام عادل الهدف التالت للأهل والهدف الثاني الشخصي له اما هدف المقاولون الوحيد عن طريق اللاعب محمد عبد الناصر في الديئة تسعة وستين الف مبروك للعب النادي الأهلي مباراة جيدة سيطر فيها لعب النادي الأهلي على مجرية اللاعب كانت الافضلية والاغلبية للعب النادي الأهلي بهذا الفوز يبتعد النادي الأهلي في الصدارة في صدارة ترتيب دور الجمهورية الفين وستة برصيد تمانية واربعين نقطة كابتن ماهر مباراة حلوة وممتعة ومباراة جيدة من لعب النادي الأهلي والله يا سامة أنا سعيد جدا بصراحة بأداء الولاد النهاردة الفين وستة أداء مميز بنبارك لمجلس قدارة النادي الأهلي الجهاز الفني كابتن سامر عبد الرحمن طبعا ومجموعته المساعدين اللي معاه طبعا بنبارك للعيبة بقى اللي هما النهاردة فرحونا بصراحة وكان أداء متميز جدا 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 من بداية المباراة واضح إن فيه سيطرة من لعب النادي الأهلي طبعا بنبارك كمان لأولاد الأمور اللي هما يعني بنبارك لأولاد الأمور متابعين بشكل كبير جدا ولادهم المميزين وجمهور النادي الأهلي اللي بنقوله بنقوله الحمد لله رب العالمين النادي الأهلي بقى عنده قاعدة من النشئين نقدر نفتخر بيها إن شاء الله في المستقبل ونجوم مبشرة أكتر من 11 لعيب اللي موجودين في المنتخب يعني هذا أقول لجهاز المنتخب الكابتن محمد وعبة كان متابع النهاردة وموجود من أول ديئة في ملعب المباراة بالضبط بقوله يعني نهديك لعيبة إن شاء الله بإذن الله تقدر تنفذك أي شغل تاكتك أنت ممكن تكون بتحطه لعب النادي الأهلي قادرين إن هما أي طريقة لعب بيقدروا يعدوها بشكل كبير عاز أقول لك كمان أسامة ده هدف المرأة الأولى كابتن ناهي روحاتك بتتكلم في ديئة 32 عن طريق حسام عادل وأسست رائع من عمر سيد معاود يعني هدف من أهداف المميزة أسامة رؤية من سيد معاود عمر سيد معاود بصراحة وعاز أقول لك إن شافه إزاي شاف حسان في التكاتل الدفاعي بشكل ده رفع رفع حينيه فوق وبعدين عمل كروس عرضي جميل طبعا حسام عادل مهاجم إن شاء الله له مستقبل كبير جدا لأنه موسطى نفسه يا كابتن حسامة في المكان اللي بيجي فيه الأهداف قدر يمتص قورة بمهارة جيدة جدا ثم حطها بطن رجله في المنتهى السهولة عشان يسجل الهدف الأول للنادي الأحلي طيب قبل ما نروح للكابتن حاشيش نروح لملعب المباراة لزمين يا فاروق صلاح ومعادي الوقت المدير الفني اللي منتخب مصر موليد 2006 الكابتن محمد وهبة فضل يا فاروق من جديد يا بجد تحقي بك كابتن أسامة وبيديوفك الكرام كابتن مير همامو الكابتن محمد حشيش وبكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادر أهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادر أهلي على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وانفراد النادر أهلي بالصدارة بفارق أربع نقاط عن فريق المقاولون العرب يسعد أن يكون معنا في هذه الأسناء الكابتن محمد وهبة المدير الفني المنتخب مصر النشئين موليد 2006 اللي بصراحة يا كابتن أسامة نحن نمسين الدور الكبير اليوم به مفيش ملعب مفيش مباراة مفيش فرقة ما شفهاش وبيشوف كل الفرقة كابتن محمد برحب حضرتك على شاشة قناة النادر أهلي تحياتك كابتن أسامة كابتن مهر أمام كابتن محمد حشيش ودور ومجوك كبير قبل ما تكلم على المباراة كابتن مهر كابتن كبير كابتن حشيش وحشوني جدا وأنا سعيد بردك لتاني مرة ألاحظ أن النادي الأهلي في فضل الله بردك عمل حاجة جميلة جدا وبيتابع ماتش لايف للناشئين وبيحللوا وبيحطهم في الصورة وبيعرف الناس عليهم بدري ودي حاجة طيبة جدا وبحب أشكرهم عليها وإن شاء الله الولاد اللي جيند بإذن الله بإذن الله كل نوع الحاجة جيدة جدا كابتن محمد شايف أن الموضوع زائد المباريات للناشئين وأن النادي الأهلي وقناة الأهلي بتاخد هذه المبادرة أكيد بتساعدك كجهاز فان أن العيب يلعب تحت ضغط ويبقى عارف أن الماتشاطه متشافة كلها أمور تساعد سواء للنادي الأهلي أو المتخب مصر عشان كده أنا أول ما بدأت الكلام بدأت أن دي حاجة كبيرة هما الولاد لم سم يعرفوا قيمة النجوم اللي في الستوديو ومين بيحللوهم وأن الماتش معروض لايف وأن أهليهم وجمهور النادي الأهلي بيتابعهم وجماهير التانية برا النادي الأهلي طبعا بتتفرج عليهم فتحاجة جدا جدا ويبدأوا يحطوهم على التراك اللي فيه شوية ضغوط وهم يحتاجوها وإن شاء الله كمان المدرجة اللي هتعمل هنا ده حاجة جدا جدا يعني أعتقد بإذن الله للحاجات دي كلها هتبدأ تحطوهم في مناخ مناسب للتطور بإذن الله عايزة أروح بقى للمباراة وأنا عارف أن عناصر كتير جدا من النادي الأهلي ومفرين المقاولون العرب في القوامل الأساسي المنتخب مصر النشئين شفت المباراة إزاي وأبرز اللعيبة اللي لفتت نظرك النهاردة في المباراة الثانية محمد هو عموما الجيم الجيم كان كويس على فترات من النادي الأهلي وفترات من النادي المقاولين وده طبيعي الولاد لعبين أربع مباريات في 12 يوم تقريبا وفي أسبوعين ده حاجة قوية جدا عليهم وجهد كبير جدا عشان كده احنا فضلنا أن بكري ياخدوا أجازة خالص أنهم يخرجوا ويفصولوا شوية منتلي حتى مش مجرد الجهد بس الولاد في السن ده لعبين أربع مبارات في أسبوعين فكان شوية حمل كبير عليهم أعتقد أنهم عندهم أفضل من كده بردك وخلي بالك أنهم بلعبوا على أول فريتين ماشيين وأربعة فالضغط العصبي نفسه في المباراة دي مأثر على الولاد شوية نعمل عصبية شوية في الكورة على فترات كانوا بيتمسكوا الكورة في النادي الأهلي شوية في النادي المؤولين شوية لكن أنا أعتقد أنهم عندهم أفضل من كرب كتير عايزة رب حضرتك بقى لبطولة شمال إفريقيا ومشاركة منتخب مصر حتنا في الصورة وانتصفر إمتى آخر الاستعدادات لازيل البطولة ومين معنا في المجموعة كابتا محمد البطولة تأجلت كذا مرة وأعتقد لغاية دلوقت المفروض إن شاء الله لو الأمور ماشية طبيعية هنطلع يوم الجمعة والسبت منتظرين تأكيد التيران لأن ما فيش رحلة داريكت فلو فيه رحلة مباشرة بتبقى أربع خمس ساعات لو ما فيش مباشرة ممكن خمس شار ساعة فإرهاق كتير جدا على الولاد فيارب نلاقي رحلة مباشرة بإذن الله الدورة ودية على نجيل صناعي دي صعبة جدا ولكن إن شاء الله برضا تبقى تجربة كويسة فيها الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتونس خمس فرق برضاك هنلعب أربع مريات في تمنتيان دي صعبة جدا جدا كل يوم مباراة ولكن هي تجارب احنا في الولاد في السنة دا مش محتاجين ما مندورش عن مكسب خالص على قد ومنجرب ان احنا بنقيس ولادنا ومنحطهم في ضغوط ومنحاول نتعرف على قدراتهم بطارية أفضل نحاول نستكشف بيئة القوام احنا عندنا قوام معين عدد معين اللاعبين ولكن كل فترة بنحاول ندي دم جديد يمكن حد من الولاد يلمع خصوصا ان ساعات بتجيب ولاد فرج عليهم في مباريات ثم تجيبهم المنتخب معاك الموضوع بيختلف لعيبة المنتخب لما بتحطوا في أجواء معينة الموضوع بيختلف عشان كده هتلاقي مثلا التجمع اللي جاي ده في سبع لعيبة من اللي كانوا موجودين في المعاصق اللي فات مش موجودين ولكن لسه بدرع القوام الرئيسي لكان عندنا في حدود عدد معين يعني ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله يبقى نواك ويسأل للنادي الأهلي والنادي المعاولين والنادي الزمالك والأنديات مصر جميعا لانهما فعلا مجموعة جيدة ومحتاجين شغل كتير جدا ربنا يكرم يا رب بإذن الله شكرك يا كابتن محمد وتملاك التوفيف هذه المهمة بإذن الله والعودة بالمتخبات المصرية للمنصات التتويج الأفريقية إن شاء الله مشكر جدا وبرجأ عادة حيات للكابتن وسامة وكابتن ماهر وكابتن حشيس وتام و line تمام يا كابتن وسامة منبرك طبعا للكابتن محمد وهب منفز في أول ماتشين دوليين أمام منتخب الإمارات وإن شاء الله بطولة شمال أفريقيا بطولة قوية ننتظر فيها المتخبات والمزيد ان شاء الله واكتسب الخبرات اكتر. في سؤال بيتسائل لي عايز اسألك. ومعي برضو كابتن محمد حشيش. في سؤال يا كابتن عسامة من كابتن محمد حشيش. تمام. اتفضل يا كابتن حشيش. كابتن واهبة بحييك وحشتيني والله زمان. وبقول لك على. بقول لك عايز اسألك على حاجة. في ناس كثيرة بتسألني بتقول لقوام المنتخب او الناس اللي بتاخد منتخب قصر على الدور الممتاز ولا ممكن في مثلا قسم الثاني فيه ولاد برضو مميزين يعني. سؤال مهم طب. سؤال مهم جدا من الكابتن محمد حشيش. وقبل ما نرحل لسؤال الكابتن حشيش. الكابتن مسابة طعم بارك لحضرتك على المباراتين للامارات. وبيترنا لك التوفير ان شاء الله في بطولة شمال افريقيا. نروح للسؤال المهم من الكابتن محمد حشيش. اولا كابتن حشيش سؤال جميل جدا. احنا بفضل الله تقريبا حضرنا مباراة كتير جدا الممتاز به. على سبيل المثال المعسكر اللي جاي عندنا ولد من كهربة اسماعيلية. موليد 2006. كهربة اسماعيلية برعب درجة 3. عندنا ولد من دي كيرنيس تقريبا. يعني عندنا لعيبة مش موجودة خالص في الدور الممتاز. ودي حاجة جيدة جدا. الحمد لله احنا بنتابع تقريبا معظم مباريات. رحنا معظم المحافظات. وان شاء الله الفتر اللي جاي حنتم المتابعة. ولكن احنا مش شغلين بقى الولد بيلعب في النادي ايه. على قد ما اهمنا انه نلاقي قوام او خامة طيبة. ان ايضا نشتغل عليها بإذن الله. فعلا انا بشكرك على السؤال. وتطمن ان شاء الله احنا بالعكس الباب مفتوح لاننا حتى كلمت مع مع معظم المسؤولين في الاتحاد. ان احنا لغاية دلوقتي احنا بناخدش لعيبة مشهورة. هم اللي ندور عليهم. يعني منتخب اللومبي او فريق اول منتخب اول بياخد لعيبة معروفة وبتفرج عليها. لكن احنا بنروح نحاول على قد ما نقدر نتعب معلوات دول شوية ونختار لعيبة. ويا رب نتوفق في اللي جايرا. ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا يا كابتن محمد. ونحن لك التوفيف هذه المهمة بإذن الله. مع السلام. مع السلام. كابتن محمد دوابا المدير الفني لفريق لمنتخب مصر. اتمنى له التوفيف هذه المهمة. طبعا انا نضم لي في هذه الأسناء الكابتن سامر عبد الرحمن. المدير الفني الفريق اللي نادر علي. كابتن سامر برحب حضرتك على شاشة توقفاتنا. باريك 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 يا فروغ. وقل له. وشنا دائمان حلو عليك. كابتن سامر حسني بيباريك لحضرتك وقول لك وشنا حلو عليك. كابتن محمد حشيش. وطبعا كابتن الكبير الكابتن ماير همام. كل اللي في الستوديو بيبركون لك على الأداة وعلى الفوز النهاردة. والانفراب بصدارتها بطولة. باريك في الكروغ. شكرا لكابتن سامر. مبروك عليك وعلى الجميع. وعلى كابتن حشيش. والناس الموجودة كلها في الستوديو. الحمد لله درنا نحقق فوز مهم جدا. الهزيمة الوحيدة اللي كانت للمقاولين الموسم ده. طول الموسم ما تهزموش. دي أول هزيمة. كنا الدور الأول تهزمنا 2-0. كنا مركزين جدا. نحن لازم نكسب فوق الـ 2-0. لأن تمال بيغيروا القوانين. قولنا لا يغيروا القوانين. عجب ما يكتوش بفرق الأهداف. ففي الآخر موجهات المباشرة تبقى مهمة جدا. فطبعا ده كان لود على الولاد اللي أنا فاجئتهم في المحاضرة أكتر. أننا عايزين نكسب كمان فوق 2-0. لأننا الدور الأول اتغلبنا 2-0. فطبعا هم اتفاجئوا بتحط عليهم لود زيادة. عاملين مباراة كبيرة جدا قدام أمبي من 3 أيام. عندنا أصابات كثيرة جدا فوق الـ 6 أصابات. أصابات كلها طويلة. معظمها في الركب والأنكلز. فالحمد لله إن إحنا بالعناصر اللي موجودة قدرنا نعوض النقص اللي موجود في الفرقة. مع أصابة كمان الباك اليمين زكريا بين الشطين. عملنا تغيير اللي لعب باكي مين بداله الجن دي. أسهلا مركزه رقم 6. يلعب 6. فطبعا عندي نقص كبير جدا جدا في الصفوف. بشكر اللعيبة طبعا على الأداء النهاردة رغم النقص العدد الكبير اللي عندي. كابتن سابر عايز يروح للنطة مهمة جدا. المرونة التكتكية اللي بنشوفها في السن ده في موليد 2006. وإن اللعب يتغير طائرة اللعبة ما بين 4-4-2-4-2-3-1-4-3-3 في بعض الأوقات. إنك تتحفظ اللعيب الطريقة ديت وإن اللعب يقدم أكتر من مركز. ده شيء مهم جدا خاصة في العيب النادلاء. خليما أكصح فروغ طبعا بهني الناس اللي موجودة كلها في السوديو كابتن أساما كابتن حشيش أنهم أخذوا بقى لهم. إحنا النهاردة لعبنا فعلا ب 3 طرق. لعبنا ب 4-4-2 بداية المباراة. ولعبنا بعد كده 4-2-3-1. بعد كده ختمنا ب 4-3-3. الطريقة اللي احنا بدين بها الموسم. الظروف الإصابات الكتيرة في الفرقة والإقافات. طبعا مع وجودنا في فترة الإعداد قدرنا أن نشتغل مع الولاد بكذا طريقة. الطريقة دي كانت مصمرة جدا في مباراة أمبي. فجئنا بها طبعا بيتفرجوا هم علينا كتير. لنا المواتشات بتيجي في القناة والمرخصات بتيجي على المواقع النادي وفي كل حتة. فطبعا لازم يكون هناك مرونة اكتكاف في بعض المباراة. تقدر تفاجئ الخصم منك بتقدب بكذا طريقة. لان احنا بيبقى طريقة اللعب محفوظة شوية بالاختراكات والحاجات اللي احنا من أول موسم بنعملها. فطبعا المباراة اللي فاتت بلعبنا 4-4-2 بدأت النهار ده برضو 4-4-2. غيرتها في وسط الشوت الأولاني بعد ما لقيت وسط الملعب كان متاخد مننا شوية. لان الولاد مجهدين جدا من المباراة أمبي اللي من ثلاث أيام مع الإصابات الكتير. هم هم الحداشر اللي لعبوا وماتش أمبي. ناقص واحد بس اللعيب عبدالله كان مصاب. جاء له كاسر مضاعف يدوه في مباراة أمبي. فطبعا عشرة لسا لعبين مباراة كبيرة جدا قدام أمبي من ثلاث أيام. النهار ده ما يدروش ينفذوا الـ 4-4-2 بالطريقة الصح اللي اشتغلنا بها في مباراة أمبي. فاطرت ان انا غير بعد حوالي مصد ساعة كده في الشوت الأول. وطبعا بعد ما غيرنا قديرنا نسيطر على مباراة بالكامل زي ما شفنا الحمد لله. كابتن سابر كان مهم جدا قبل فترة التوقف والمشاركة المتخب مصري في بطولة شمال إفريقيا أننا أبقى فارق عن فريق المقالون العرب بأربع نقاط. أعتقد مكاسب متعددة ناردة دايما كابتننا تقولك أن المباراة دي مباراة ب 6 نقاط. والمكاسب أكتر أن أنت بتقدي بأي لعيبة. فده نفس التاكتك اللعيبة بتنقص ولعيبة بتتصاب ولعيبة بمقاقات. فاللعيب اللي بيدخل مكان أي لعيب عاملين زي مجموعة تروس كده أي حد بيدخل في وسطنا بيقد بنفس الأداء. شفنا اللعيبة اللي نزلت كل التغييرات. أنا عملت 3 تغييرات بس لأنه برضو الناس اللي موجودة معي بعيدة عن المباراة شوية فما قدرتش عمل الخمس تغييرات. اللي نزلوا وقدوا بنفس الأداء ونفس الطريقة. سيطرنا على المباراة في آخر ربع ساعة وده كان مهم جدا بعد ما دخل الجول. حصل جول المقاولين الجول الأولاني حصل هزة في الفريق شوية فقدرنا ننزل مصطفى اللي لعف في النصر. رجعت لنا السيطرة تانية فأنا بشكر طبعا اللعيبة اللي في منهم كتير بعيدة عن المرشد بقاله فترة. وقدر النهاردة قدام فريق متمايز المقاولين يقادي زي اللعيب الأساسي بالزبط. شكرا كابتن سابر وتمين لك توفي إن شاء الله وإن شاء الله تطوك بهذه البطولة بإذن الله. شكرا فاروق وبشكر كل الناس اللي في الستوديو كابتن حشيش وكابتن أسامة شكرا. كابتن مار هناك كابتن مار دربني كابتن مار حبيبي. شكرا كابتن مار. حنا مستمرين معاك كابتن أسامة طبعا عين ضمننا الكابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو الحارس الأمين على قطاع النشئين بالنادي الأهلي ودايما بقول مهمة كبيرة جدا بيتولاها الكابتن خالد بيبو. ودايما بقول اللقب الحارس الأمين على مستقبل النادي الأهلي. تفرج كبيرة جدا بأشهادة قطاع النشئين في النادي الأهلي. شوفنا اللعيبة اللي صعدت في لعبة في الكأس الربطة وقت احتياجها. طمين الجماهير النادي الأهلي إن وقت ما تحتاج قطاع النشئين هتلاقي موجود أيضا الطفرة اللي بتتم على مستوى البنية التحتية. كابتن خالد تحياتك كابتن أسامة حسني كابتن مار أمام كابتن محمد حشيش. وألف مبروك النهاردة على الفوز وتصدر الفريق البطولة. الله يبارك فيك بس معلش هتخد الولاد الأول عشان محدش بس يبرط. لعبين مطس خدهم وخلينا في الآخر معلش. هروح يا كابتن أسامة مستمرين معاك التوأم. اثنين نجوم المباراة حسام وإبراهيم. خلينا نبدأ الأول. سبعتاشر إبراهيم. انت ايه بقى؟ إبراهيم مرحب بك على شاشة أقالات النادي الأهلي. تحيات الكابتن أسامة حسني كابتن مار أمام الكابتن محمد حشيش. مباراة كبيرة النهاردة وكان فوز مهم جدا على فريق المقاولون العربة إبراهيم. يعني أول حقا تحيات الجوم الستوديو كله. والحمد لله أنا على فوز النهاردة. مباراة كنا مستعدينها من بدري عشان ديه المنافس لنا القريب. فإحنا كنا لازم نكسب المباراة دي. والفرقة كلها كتر الجالة واكتهدنا والحمد لله أكسبنا. شفتك النهاردة بعد ما جبت الجوم بتجري على الحكم أنا اللي جبت الجوم عشان ما تكتبش الحسام. عشان ما يتلقبتش فينا. قولي بقى الكابتن سامر في مواقف بتحصل ما بينكو الكابتن سامر بيشوفك قلك أحسام. ولا خلاص حافظ اللي اتنين عارف يفرق. ولا داما ميبص على الأرقام. لا أول ما كانش بيعرف حد مثلا كان بيلاينا روح منادي علي. كان بينادي أخويا يعني ما كانش عارف حد فينا. بس دلوقتي طبعا معادنا كتير مع بعض بقى يعرفنا. أهم التعليمات اللي ألهالك قبل المباراة. وهو خلاص ادى لك حرية الحركة. انت كابتن سامر غير توظيفك في الملعب. وبقيت واحد من العناصر الشط اليجومي في الفريق النادي الآن. طبعا كابتن سامر دايما يقول لي يركز وتلزه الماتش يا راجل. ودايما هو قبل الماتش على طن بكافئنا كلنا. اللعيب كلا مثلا عملنا اللي عمل الماتش كويس بيروح مديلهم كافة بعد الماتش. ودايما بيكتاهد معنا. هو مدرب كبير قوي. عايز أروح لحسام. يحسام النهاردة مبروك على الهدفين وفوز مهم جدا. فوز على فريق المقالون العرب. بتبقى مباراة صعبة قوي لما باجي الفريق الأول مع الفريق الثاني. خاصة ان كان فريق النقاط قبل المباراة. موقتة واحدة. النهاردة فريق النقاط بعد المباراة بيرفع بيبقى أربع نقاط. بيعز الصدراتكم لجدول المسابعة. طبعا بحي نجوم الستوديو طبعا. واحنا والله تعبنا عشان نبقى الأول. وفدنا نكتاد. واحنا كنا محضرين للمباراة دي عشان نكسب ونبقى الأول ونبعد بأربعة بنت يعني. واحنا مبدر يعني شغالين على الماتش ده. والحمد لله كسمنا وقدينا والحمد لله. قولي بقى أهم التعليمات اللي الكابتن سامر مع توظيفه ليك في مركز رأس الحربة والمواجم. ادى لك حرية حرية في الجانب الهجومي. وبيت واحد من هدفين الدوري و هدفين النادلين. الحمد لله عن الكابتن سامر أنا كتسير دي باك وبعكية حطيني فرويت. فهو دايما بيقولي هتكسب و هتجيبي جوان وانت اللي هتكسمنا. دايما بيحمسني يعني قبل المباراة وكابتن سامر يعني بيشتغل معناك واسقه. هدف الدوري بكم هدف دلوقتي إحسام وعايزين يعني إن شاء الله تقلق يستمر مع منتخب مصر. الحمد لله يعني أنا جاب 11 هدف. يعني الحمد لله كله بسبب كابتن سامر وكابتن أحمد رؤوف. وتوفيق ربنا. قولي بقى أهم المواقف اللي بتحصل ما بينكم. قميون إبراهيم بقى مش في الملعب بقى مش في الأهلي بس في البيت في الشايرة مع أصحابك في المدرسة. لا والله دايما. نحن نعمل بالي في بعدينا على طول يعني يعني الحمد لله. كانت مهم جدا المستر بيتسو موسيماني لما جيت تابع لمباراة قطاع ناشئين وأشاد بيكم. وقال لأنتوا أكيد الحافز بالنسب لك بقى مهم دلاتي إن خلاص انتوا العيبة ميتشافة في الدرجة الأولى. اللعبة اللي في قطاع ناشئين دلاتي كلها كانت حافز ليكم. تشوف العبة الالفين واتنين الفين واحد في الآفين وتلاتة للألفين واربعة موجودين أكبر حافز ليكم إنك قريب من الدرجة الأولى. طبعا يا الله أنا منيت حاجة يعني نلعب في الفريل أول وبكتهد زي مثلا زمالي اللي طلعت بتوفير في الفريل أو الفين وتلاتة. وإحنا منيت حاجاتنا اللي نلعب في الفريل أو الفيلي أو الفين واتونادي الأول. شكورك يا أحسيان شكورك يا إبراهيم وبتوفير إن شاء الله في المحورة اللي جاي. شكرا استمرين معك يا كابتن رسامة بنضمن قلب اتفاع على النادي الاهلي ومتخب مصر أحمد عبدين أحمد برحب بك على شاشة تقونات النادي الاهلي فوز مهم النهاردة فوز غالي انت بتلاقي فريق المقاولون العرب صحيح المركز الثاني النهاردة أداء أكثر من رائع فوزكم مش بهدف لا بفوز بتلت أهدف على فريق المقاولون العرب آه طبعا الحمد لله احنا المطش ده بالنسبة لنا كان المطش الدوري وبقالنا كتير قوي بنستعد لي من كذا ماتش قابلي ونغير طريق لعبنا عشان الفرق بتادي تبص علينا برضو وتشوف طريق لعبنا فإحنا كنا عايزين يعني بدأنا في المطش التانية نغير طريق لعبنا عشان مقاولين ما تكونش حفظانا وإن شاء الله كنا عايزين يعني الحمد لله كسبنا النهاردة عبدين أهم التعليمات اللي ألهالك الكابتن سامر عبد الرحمن خاصة أن فريق المقاولون العرب واحد من الفرق المنظومة جدا عنده أنس تامر رأس حربة محمد عبد الناصر مجموعة من اللعبة المميزة أهم التعليمات اللي ألهالك على الجانب الشخص هو كان أقل لي أهم حاجة أن أنس وعبد الناصر ما يلفوش بيه عشان ما لعبت كرة كويسة وحراف بيجروا للعيبة وكده فإحنا كنا لازم نضغط من قدام كلنا وأنا ومازل نكون ربطين مع بعض لو واحد ضغط التاني تحتيه والعكس المهمة أهم حاجة لأن عبد الناصر ما كانش يلف مهمة كبيرة جدا يا أحمد أنك تكون لعب في اللابس قميس النادي الأهلي والمهمة الأكبر كمان أنك بتمثل منتخب مصر وانت واحد من عناصر أسل المنتخب مصر شايف المهمة دي إزاي وتوعد الجماهير الجماهير النادي الأهلي بإيه جماهير منتخب مصر أو جماهير مصر بإيه خاصة إحنا مقبلين على بطولة شمال إفراق طبعا حاجة الشرف ليه أنه يكون بمثل مصر والنادي الأهلي وطبعا البطولة تكون صعبة جدا وإن شاء الله أنه نكسب بس أنا عارف لها تكون صعبة ومحتاجة جهد كتير قوي مع كبت محمد وهبة والجهز الفني كله بتاع منتخب وإحنا خلاصة نبدأ مع أسكر من يوم الحد الجاي ونبدأ تمارين عشان نجهز للصفر أنتو كالعيب أبقى في المنتخب اللابت الأهلي مع اللابت المؤولين مع الزمالك الروح بينكم بتبقى إزاي ودي المؤداء مهم جدا خاصة في هذا يعني في التوقيت ده لا إحنا كلنا صحاب قوي أكتر من صحاب إخوات كمان وطبعا في المنتخب كلنا إخوات مع بعض ومنلعب كلنا مع بعض وكلنا صحاب قوي أخيرا يا أحمد تشارت الندى الأهلي بيمثل لك إيه لإني ده حاجة غالية علينا كلنا لا بيمثل الدنيا كلها والله بورك يا أحمد وبتوفي إن شاء الله في المورات اللي جاي إن شاء الله كابتن أسامة طبعا يا كاتلافتة طيبة جدا من الكابتن خالد بيبون هو كان حريص إن احنا طبعا ناخد لقاءات اللاعبين الأول لقطة مهمة جدا أرحب بيه بقى كابتن خالد نرحب برحتنا بقى كابتن خالد مبروك النهاردة على الفوز تحياتك كابتن أسامة كابتن مهر همامي كابتن محمد حشيش مبارا مهمة وفوز مهم بيضعك على الصدارة بفريق أربع نقاط على فريق منظم وفريق محترم عايزيني نشيب بيه أيضا فريق المقالون العرب ومن خلالك نتمنى السلامة لكابتن مجد مصطفى المدير الفني اللي يعني أصيب بفيروس كورونا وكان غاب عن أحداث اللقاء النهاردة أهلا بيك طبعا فروق وطبعا برحب بكابتن أسامة وكابتن حشيش وكابتن مهر ويعني بقولهم شكرا طبعا على الستوديو وشكرا ان احنا تعبناكم معنا النهاردة يعني الحمد لله طبعا كسبنا مباراة كانت مهمة جدا شكرا طبعا على الكلام اللي هم بيقولوه في القطاع وبين التحتية ونا لسه كمان ما خلصناش وفي حاجات كتير قوي لسه شغلان عليها وان شاء الله في الفترة جاي كلها تخلص كابتن الخطيب كابتن محمود الخطيب بيديكم صلاحات كتير تطوير زي ما أنتوا عايزين الأمور كلها ماشية ودايما عايز يشوف قطاع الناشئين بس مش خاطر مش على الجانب الفني واللعبين لا ده كمان البنية التحتية لتليق باسم النادي العلي طبعا كابتن دانا دعم في الفترة الأخيرة بشكل قوي جدا واحنا فكرنا وكانت كل حاجة بتعرض طبعا على العاكات الخطيب وبتعرض على لجنة التخطيط وبتعرض على مجلس إدارة النادي أن احنا عايزين نروح بالقطاع فاني يعني كبنية تحتية انت شفت يعني الملاعب طبعا بصعب جدا أن انت تغير تغير أرضية الملاعب في ظل انت بترع كل ثلاث يوم ماتش وجدول مش مترتب بشكل كويس حتى بين الدوري والدوري ما فيش وقت ان انت تقدر تغير فكان فيه بتعمل لها عمالية صيانة قوي جدا الملاعب دا تغطى لفترة طويلة والملاعب حتى الفوق كمان احنا شغالين عليها بشكل كويس جدا احنا شغالين على كل المنظومة بشكل كويس طبعا بساعدني على كده طبعا مايكل اخذ الجزء الفني كله وهو بيديره بشكل كويس ومديني وقت ان انا قدر اتحرك في البنية التحتية وبتحرك في الحاجات اللي محتاجة للقطاع ان احنا نعملها في الفترة الصغيرة اللي قريبة اللي جاية لان احنا عندنا حاجات كتيرة اوى لسه ما خلصتش انت شايف وراك المدرج ان شاء الله لما يخلص هيبقى حاجة حاجة كويسة جدا خلص المبنى الاداري وخلص قط المدربين واحنا شغالين دلوقتي على على القوض الولاد وفي المركز الطبي والجيم كل دا حاجات كتيرة اوى بتتغير في الفترة اللي جاية دي ان شاء الله نعمل حاجة كويسة عايز اختم معك كابتن خالب بنوط همومة جدا النادي الاهلي دايما ليه الريادة والنادي الاهلي دايما سباق مجموعة من اللعبين مش معارين في الدوري الماصري فقط لا الاهلي اواخد الباديرا هو بلعيبة معارف الدوريات الاوروبية دي سابقة بتحدث بنشوفها في قطاع النشئين في النادي الاهلي اعتقد ملف من اهم الملفات اخيرا وليس اخيرا كان محمد مغربي وايضا اللعب محمد ياسر طيب كويسة انت واتكلمت في النقطة دي عشان عايز اشكر طبعا كل الكبات اللي اشتغلوا قابل في قطاع النشئين وكل لان انا استلمت منهم حاجة كويسة اشتغلت عليهم وكملت شغلهم وده المنتج يعني انت عارف اللي شغل في قطاع النشئين ده شغل ترقومي يعني هي سنين كتير قوي بتشتغل مع الولاد في الاخر بيبقى الناتج المغربي بيبقى الناتج اشرف الياسر كل ده ناتج من شغل كتير جدا فانا جيت كملت شغل الناس اللي كانوا شغالين من الاول الناس اللي نقت والناس اللي ربت جوا النادي والناس اللي علمت انا جيت في الاخر وكملت معهم شغل السنتين اللي فاتوا والحمد لله المنتج طلع يعني فانا بشكرهم على يعني ده النهار ده المغربي سافر وياسر وقابلهم طبعا كان بيسو وكان ميدو فاحنا شغالين خطاع النشئين يعني مليان جواهر وفيه ناس كتير يقول مسك قطاع نشئين بصراحة عملوا شغل كتير جدا فانا من خلالك بشكرهم عشان ده ده حقهم علي ان انا اديهم حقهم يعني واننا نتكلم عليهم بشكل كويس انهم فعلا تعبوا عشان يبقى فيه خطاع نشئين بشكل كويس انا بكمل الجزء اللي كمل بكمل الجزء الفاضل واللي هيجي وراها هيكمل لانه ده خطاع نشئين واحنا كلنا تحت سقف النهار ده فبشكرك جدا وبقول يعني ان شاء الله في حاجات كتيرة جاية وفي حاجات كتيرة بتتجهز وولاد كتيرة اوه هتشوفهم بفترة جاية اكثر ما يشغل بالي كابتن محمود الخطيف دايما في اجتماعاته الخاصة باقتعان نشئين لا ان انت تطلع على العيب بيستاهل يلبس شورة النادر الاهلي ده حاجة مهمة جدا لازم يبقى متربف حاجات كتيرة اوي موضوع مش موضوع كرة بس لا ازاي يبقى بيلعب تحت ضغط ازاي بيبقى سلوكه في الملعب يعني حاجات كتيرة اوي تفاصيل كتيرة طبعا لو انا اوديك رشدت المفروضة احنا شغالين عليها ان ازاي تطلع على العيب بشكل كويس فده حاجات كتيرة اوي يعني الشغل الشغل طبعا كابت الخطيب بيتابع كل حاجة كل تفصيلة صغيرة عن قطع نشئين هو عارفها وبنتكلم وبنتناقش وفي الاخر بيديني الفرصة ان انا اخد قرار وعلى اساسها ان شاء الله بنقدر نعمل حاجة كويسة انا يعني عشان بس انا ليه جزء من الابتكار انما انا ماشي يعني نظام محطوط وانا بنفزه وليه جزء صغير من الابتكار شكرا كابتن خالد وبالتوفيه بإذن الله ومسيرة موفقة لقطع نشئين في النادرالي شكرا كابتن نوساما اعتقد كلمة في غاية الاهمية كلمة الكابتن خالد طبعا هي كلمة الكابتن حمود الخطيب ان اصنع العيب او طلع عليه من قطع نشئين يستاهل يلبس قميص لنادرالي وكلام الكابتن خالد ان ده اللي تربنا عليه لنادرالي هي جيال بتسلم بعض مبروك طبعا للفريق لنادرالي تصدره جدول البطولة والفوز على فريق مقالون كابتن نوساما دي كانت كل كوالسنا من المباراة وفوز مهم الفريق اللي النادرالي طبعا كل التحية ليك كابتن نوساما كل التحية للكابتن مايرمام وكل التحية للكابتن محمد حشيش بنشكرك يا فاروق شكرا جزيلا كابتن نفتة طيبة طبعا من الكابتن خالد بيبو لنقدم اللعيبة كمان يعني قبل ما يجري الحوار بتاعه مع زمينا فاروق صلاح كابتن حشيش مكاسب النهاردة بالجملة في مكاسب كتير جدا للقاء النهاردة طبعا أول حاجة هي طبعا هزيمة المنافس الحقيقة والفعلي بتاع النادي الأهلي والحصول على ثلاثة بنت والتصدر تاني حاجة اكتشاف بعض اللعيبة الجدد زي مثلا منهم حسام عادل حاجز اكتشاف لأسماء اللعيبة علشان تبدأ الناس تحفظ أسماء اللعيبة داخل قطاع الناشين زي ما حافظت مغربي ومحمد ياسر ومزياد طارق كل الناس هنعدي عليهم دلوقتي كلهم زي مثلا عمر كامل حرس المرمى إبراهيم عادل ومازن أحمد محمد وأحمد عبدين المساكين وفارس أحمد إبراهيم النص الملعب فيه يوسف إسلام وفيه عمر زكريا اللي كان النهاردة بلعب باك شام مصطفى محمد وفيه طبعا عمر سيد معوض آدم سمير المهدي وفيه طبعا حسام عادل اللي هو اكتشاف سامر اللي أنا عرفت منه دلوقتي في التقرير اللي كان ملعب مساك وكابتن سامر ووظفه رأس حربة ومن هدفين البطولة دلوقتي هو النهاردة أنا قاعد معايا اتنين ودفعين كبار فيه برضو مكسب عايزة أتكلم عن الاتنين مساكين بتوع الناد الأهلي أحمد محمد عبدين ومازل أحمد محمد ومشاريه أحسن من كابتن مهير عبد هايليني أسامة السبات الانفعالة اللي موجودة عندهم التعلمات اللي أخدوها من كابتن سامر نفزوها كابتن سامر قال لهم قال لهم أنا طبعا أخطر اتنين عندهم في الموليد محمود رفعت عبد المقصود مفروض ده يترائب يعني ميروحش للمرمى أنا سامر ميلفش برضك مواجم من ضمن المواجمين محمد عبد الناصر هم بصراحة قدروا يفعلوا لعمق بشكل كبير جدا وإحنا كلامنا في أول استودة تحليلي تول ما انت الدفاع عندك منضبط ومأمن تول ما إحنا عندنا فرصة نقدر نجيب جهول واثنين وثلاثة النهاردة الولاد حققوا هذا الكلام المدافعين اشتغلوا صح التأمين كان بالنسبة كبيرة جدا انعكس على أداء المهاجمين وجبنا ثلاث أهداف من أجمل الثلاث أهداف اللي احنا شفناهم بصراحة محتاجين استودة تحليلي كامل عشان نحللهم مقسمة لكن عازة أقول حاجة كلام الولاد والثقة اللي هم بيتكلموا من خلالها ده بيدي لك شخصية وعدة شخصية مميزة مستقبل ان شاء الله باهر للنادي الأحلي ان شاء الله اسمع رأيك برضو طبعا المساكين في أحمد عبدين طبعا أنا متابعه من قبل كده انت عارف ومعجب به شخصية يعني عنده شخصية في الملعب المساك مش مجرد قوة وجنب وكده بيفرق أو المساك بيبقى عنده كورة تطلع الكورة لنص الملعب في منطقة خطر بتعمل بتبني عليها هجمات كثيرة غير الحاجات اللونج باز أو الحاجات اللي تطفيش وكده هو عائل قوي وهادي فدي مميزات كمان في وسط اللعيبة مازن كمان لعيب كويس وقوي وهيدرز كويس فهم الحياة الاثنين مميزين وأنا عايز أقول أنه نهارده ظهر أكتر من لاعب في وجود كابتن محمد وهبة وتدديه فرصة دخلي بالكابتن وهبة قال حاجة تانية أربع مباراة في 12 يوم فاللعيبة كمان مجهدة بقول مش ده أحسن أداء الفرقتين برغم الموجود الجامد اللي حصل نهارده من الفرقتين الحقيقة عايز أقول حاجة أخيرة بس كابتن مجد مصطفى بنقول له ألف سلامة ما جاش نهارده ندير فن المؤولين اشتباه الكورونا فمنقول له ألف سلامة كابتن هايسن هو الأدار المباراة كابتن هايسن هو عمر كامل حارس مرمى الأهل كابتن مهر مميز نهارده عنده شخصية الأهل عنده سابت من تحت وبيكلم كمان سابت بيكلم اللعيبة يعني واضح أنه هو ما شاء الله يقز ومركز بشكل كبير بيكلم زميله في حتة الرقابة في حتة التخطية في حتة الميلان في حتة التشتيت ودي برضك بترجع للشخصية اللعبة انت النهارده لابد عندك حارس مرمى بيكلم وبيوجه الخط الأمامي تتطمن أن ده في المستقبل إن شاء الله حابه حاجة يعني تتبشر بالخير أن احنا عندنا أكثر من اللعبة أسامة النهارده وخصصا التوقم يعني التوقم النهارده واضح قوي أنه هما لعيبة أقوية جدا لعيبة مؤثرين لعيبة عندهم غيرة على روح الفانيلا الحمرة حسام كمان فاجئنا من مساكل لرأس حربة أنا بحيي طبعا كابتن سامر على تغيير المكان في السن ده صعب جدا لو مش هاللغرب كابتن ماهر انت مرنت التوقم حسام وابراهيم حسن ممكن تجربة حسام وابراهيم بس عادل اتكرر في الأهل بنفس السمات الشخصية والإرادية أنا لست كنت أقول لك سؤال جميل يعني بصراحة حسن أقول لك أن دول مؤشر أن يعني رجعونا عودة التوقم مرة تانية حسام وابراهيم أن نجمينه الكبار وفيهم المؤسفات على فكرة القوة والسرعة يعني أنا بس عايزة أعمل تنويه صغير خالص لأنه اتبعت لي على الواتساب والد محمد رفعت قال للمرسل قاله وانتوا بتقولوا محمود رفعت رقم 23 في المأولين محصول اللعب مميز جدا مميز وبيلعب برضو من ضمن المنتخب يعني طيب عمر سيد معاوت النهاردة ما أحرصش أهداف لكن برضو كان مميز وعمل دوره على أكمل وقت عنده أحسن من كده النهاردة كان يعني بيكتر قوي من الدخول للعمق وعايز يجيب جونه وعايز يشوت لما ابتدى الشوت الثاني غير شوية من الستايل بتاعه ويروح ناحية الخط ويلعب الأوفرات زوده قافش في الشوت الثاني بس هو كان نفسه يحرز هذا فيها كابتن ماهر طريقة اللعب إن كابتن سامر محفظ اللعبة كذا أسلوب مش طريقة واحدة ده برضو بيفيد اللعب تكتكين جوة الملعب يعني كنت حدا كنت تكلم فيها بلسولة تحليلي لو طلع الدرجة الأولى عنده مرونة تكتكين في الملعب حيساعد مستر مسلماني بشكل جديد جدا النهاردة حتى كمان وهبة مدير المنتخب القاومي لأفين وستة يعني لمح إن طرق اللعب النهاردة اللي أولاد بلعبه أكتر من طريقة حيساعدوه كمان لما برضك وهبة هيختار طريقة اللعب المناسبة اللعبة دي ولعبت للأهل بالذات وعاز أقول لك حاجة يا حشيش دي ميزة النادي الأهلي إن تمال النادي الأهلي مع مدربين المنتخبات بيريحوه بشكل كبير جدا بخصوصا من طريقة اللعبة دي طبعا مع شخصية اللعبة مع أداءهم المتميز أكثر من 11 اللاعب موجود في منتخب مصر فأنا شايف إن سامر بيشتغل بأسلوب هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بداية الستوديو إن لازم المدربين عنده وعي وعنده ثقافة وعنده استراتيجية في حتة إنزاي يقدر يحافظ اللعيبة الطرق اللي هي شرحها سامر في حتى تتحس برضو لسامر وإحنا يمكننا وهنا عليها أسامة لما انتوا سألتين يقولي للشوت الثاني أيوة وإن لازم النادي الأهلي يزود بالضغط بتاعه ما يرجعش الوراء عشان يوحر الهدف الثاني وتالت لو كان النتيجة واحد صفر والمقاولين رجع كان يبقى مطش الصعب أو هتصعب على النادي الأهلي إنما يوحسب له الحتة دي وحسب للعيبة الحتة دي وده واضح سامن في التعليمات لسامر في شوت الثاني أيوة إنه قال لازم نضغط أهلا بحضراتكم من جديد هقول لحضراتكم أبرز نتاج مباراة الأسبوع الحادي والعشرون موليد 2006 بطولة 2006 طبعا المباراة النهاردة الفوز الأهلي على المولين 3-1 فوز الزمالك على البنك الأهلي 2-1 فوز الإسماعيلي 2-0 على التحدي السكندري وفوز الشرية للدخان على مصر المقصة أو هيودي دلوقتي 1-0 وفوز زد على المصري 1-0 دي أبرز نتاج مباراة الأسبوع 21 في بطولة الجمهورية موليد 2006 عايزين نشوف برضو أهداف اللقاء النهاردة أهداف الأهلي سلسلات الأهلي عشان نحللها مع كابتنا الكبار كابتن ماهر ده الهدف الأول آه قبل الهدف ده أسامي خبالك كان فيه محاولات يمكن 3-4 محاولات للنادي الأهلي أيوة لكن طبعا واضح قوي أن كانت فيه تركيز في الهجمة ديت عمر سيد معوض أيوة في التكتل الدفاعي ده قدر أنه هو يبعد الكورة في المكان الفاضي ثم قرص عرضي برؤية فنية جميلة مع التمركز اللي وقف فيه حسام يعني حسام الاستلام فرق بعرضه معاك جدا الاستلام في اتجاه الجول طبعا طبعا استلام في اتجاه الجول اداله نوع من يعني الإحساس والثبات الانفعالي في أنه هو مهاجم واعد ومهاجم كبير يعني استلب رجل يمين ثم صوب رجل الشمال فبحي حسام بينك على الهدف ده والموقف اللي نفعته كمان يا كابتن ماهر الواقفة بتاعته أنه هو مش واقف كده وقف بجنبه عشان يدليك يعملها طبعا طبعا وقفت المواجم وقفت المواجم وقفت المواجم بصرعة التصرف حصل التصرف بصراحة ورؤية من معاود بشك كبير ودي حاجات معاود الكروس العرضي المؤثر هو طبعا يعني قدر نروح في المكان الواسع ووسع لنفسه ثم طبعا الكروس العرضي الجميل عشان نسجل حسام هدف من أجمل الأهداف اللي تلعبت الهدف الثاني كابتان حشيش لللاعب إبراهيم عادل أخوة توقم في ديئة أربعة وخمسين كانت بداية الهدف الثاني من الركنية أيضا عمر سيد معاود برضو وقف في حتة كويسة واستغل طبعا الكرة وققت من إيدي الحارس حطاها بقوة بطن رجله عشان يضمنها برضو ما حاولش يشوت وش رجله حطاها جامد بطن رجله وخبطت طبعا في المدافع حاول يطلعها دخلت الانتشار بتاع العيب الأهلي في الركنيات وكرات السابتة وكتو حداتكم بتقولوا إن الكرات السابتة الأهلي فيها خطورة على مربع المؤولين جدا وكساتة كمان يا أسامة اللي موجودة دخل التمنتاشر ده شغل السامر شغل المدارد شايفين احنا هنا واحد على العرضة الأولى واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة واحد واخد البعيدة السن ده كابتن أسامة كابتن أسامة كابتن مهار السن ده وانت عارف إن برضو لسه ما عندهوش الرؤية دي ما يعرفش الحاجات الانتشار ده بتاع المدير الفني وأكيد سامر محفظه من الحتة دي كوي لكن الكسافة العددية حشيش اللي هي بتطمنك نيجي فيها يقول الأسامة تعمل الخطورة لو عدت من بها تروح لده وبعدين المتابعة كمان المتابعة بعد إخفاق حارس المرمى حاول يمسك الكورة عدته المتابعة ودي برضا سمة العب الكبار يعني عشان نشئين في السن ده يبقى عنده المتابعة بهذا الشكل وتلاتة في الوسط واحد واخد العرض لو كمان حشيش لو انت لو انت لاحظت كمان اللي عاملين كفرينج بره 18 يمكن أكتر من واحد مستني لو كورة رجعت يقدر التصويب التصويب المباشرة يعني إبراهيم عدي لو ما سدداش في المرمى وحطاها تحت برضو فرصة هدف برضو مؤكد يقدر يقدر حتى كمان تحرك اللعيبة كله عايز كورة وفي أماكن فيها تمركز صحيح بنسبة كبيرة فبالحي طبعا سامر على تحفيزه للولادة كورة السابتة وفي نفس الوقت بالحي والولادة على داوم المميز في أحدى في التالت بقى من الأهداف الحلوة طبعا استغلال لخطأ بص في نص الملعب وكن مستغل إن طبعا النادي الأهلي استغل المقولين كله بيهاجم يا ريت مخرجنا شوارب والنبي ارجع لي بس كده باللعبة من أولها لأول أي في نص الملعب هنا غلطة من الباك بص غلط استغلها النادي الأهلي وكل فرقة المقولين بتضغط لأنها خسرانة المساكين وقفين يا دوبك في نص ملعب النادي الأهلي قدر بقى بمهارة أهو ده آخر واحد أهو أيوة بقى هو الجون طبعا يحسب له طبعا الدريبلينج الصح إنه كرة ما بعدتش أو ما رحتش أو ما جاتش لغاية الآخر وبعدين بص أيوة وتوجيه كمان بطن رجله عمله إنه هلعب على شمال الحارس وعمل البصة دي فرقت برد طبعا طبعا ونفس تحريك بطن الرجل ده هو اللي فرق لأن لو تلاحظ إن الجون راح على الرجل راح على ناحية الشمال وكرة ناحية راحة اليمين من الاهداف الحارس راح هناك الناحية الثانية وكرة هنا فدي رؤية رؤية وثقة من المهاجم وهو طبعا مهاجم واعد وواضح إنه هو كمان عنده جرأة إنه هو حط الرجل المدافع في ظهره وقدر طبعا اتدرب من الكرة وجايب هنا كابتمر في الشيطة لو أنا فوق بالثقة وعايز بقى الثاني فدي برضو لا وبيوصل دلوقتي ما شاء الله للهدف العاشرة والحضاشرة عمر سيد معوض عمار وليد حافظ دخل معاهم فيه منافسة هدف فريق النادي الأهلي عايزين برضو نشوف هدف المولين العرب اللي جاء عن طريق اللعب محمد عبد الناصر في الديئة 69 لو عندوكو برضو نعرض هدف المولين علشان كابتنا برضو يحللوا هدف المولين الوحيد في هذا اللقاء طيب لما يجز طب معنا الهدف هل الكرة النهاردة ممكن فيها فاول على لعب المولين عايزين نجيبها تاني من الأول يا ريت رجعونا بس باللعبة كده ان انا احساسي ان اللعب المولين رفع رجله رفع رجله هنا بقى هل ولا ممكن تعدي على مدافع الأهلي ايو هنا هنا فيها تهور ممكن تحسي فيها فاول بس هي برضو مدافع الأهلي نازل بالماغه كمان تحت شوية وعدته فيمكن وداني محطش رجله مباشر يا أسامة هو بيحاول يلعب الكرة وكانك عاجيش قبل الهدف كان فيه عدم تنظيم دفاعي لعب الماضي الأهلي وكانت سامر ندع عليهم كان فيه رزق بشكل كبير جدا فيه سرحان حتى الانتشار اللي كان موجود عليه مدافعين لجالي بصت لهم قريبين من بعض بشكل كبير جدا مش مرأبين يعني عندك واحد اتنين ثلاثة اربعة يمكن موجودين أحمر الخطأ الدفاع ايه اللي ممكن علشان الولاد يتعلموا منه وكابتن مهي العدد يا سامر انت دلوقتي لو عندك عدد واحد اتنين ثلاثة يبقى أحمر ثلاثة يمسكوهم وواحد مغاطي ايه مباشر خمسة ستة لان الخمسة ستة ساعات بيحصل تكاتل وبيحصل باحتماد على الآخر فانا عايزة أقولك ان التنظيم الدفاع اللي بموجود داخل الثمانتاشر يبقى انت عندك ثلاثة مهاجمين للمولين العرب وثلاثة يمسكوهم وواحد زيادة وواحد مأمن برا الثمانتاشر وعلى فكرة عايزة أقولها يا كابتن مال تفضل اولا الراجل ده الواحد خالص هو بيلع جوار الثمانتاشر وما لعب بشمال طبعا كان ممكن الراجل اللي في النص ده يجيبها بس هي عادت يعني كان ممكن الاول تيجي من رقم تسعة ده وبعدية لعبت الناحية التانية برضو الراجل ده فاضي مفيش حد معاه خالص وبعدين حشيش التخطية والميلان من الباك الحكسي اللي دخل بدماغه بدك متأخر في التخطية وعشان كده ملحيش رد فرصة فرصة نلعبها برضو زي يعني الاهداف دي تتخش فينا انه يتعلبوا من نجومنا الكبار كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش نروح لفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نشوف بقى تغييرات النادي الاهلي برضو تغييرات كابتن سامر عبد الرحمن هتكلم فيها مع ضيوف للسود التحليل اهلا بحضراتكم من جديد كابتن ماهر تغييرات كابتن سامر النهاردة الشروط التاني برضو أصارت عن نشاطه حيوية لفري النادي الاهلي في البداية يوسف الجندي بدلا من عمر زكريا يعني نزل خرج عمر زكريا الباكرايت ونزل يوسف الجندي اضاف برضو اه طبعا يعني انا شايف تغييرات كابتن سامر كلها كانت اضافات مميزة وفعلا كان فيها شيء من الحيوية ونشاط وهو بنشط وطبعا واضح ان كابتن سامر تغييرات مدافع بمدافع ده تغيير تقليدي عايز اقولك هو كان علشان يقفل على احمد محمود اعطية رقم سبعة ده انشط واحد من فريل مولين كان بلعب ناحية اليمين فحب يعني يعني في الحتة دي لان فعلا مهاجم المولين كان نشط وكان من بداية المهرات واضح او انه باخترق اي واحد فانا شايف ان ده تغيير كابتن سامر تغيير دفاعي متقن وإيجابي بشكل كبير كابتن حشيش تغيير التاني عمار عمار وليد حفظ نزل بدلا من هشان مصطفى وعمار برضو نشط الناحية الهجومية النادلها بسرعاته دي حي دي حي كارت يعني يخلي الدك قوية شوية انا كمان عجبني التغيير بتاع مصطفى اشرف التغيير التالت التالت كان النادي الاهلي في وقت من الوقت محتاج حد يقف على الكورة ايوه ويعمل يساعد في عملية الاستحواز فهو ده كمان يعني كان من تغييرات المؤثرة اللي بن تأثيرها على نص ملعب النادي الاهلي الكور اللي كان بتططع وتترد هجمات خطر للمقولين العرب النادي الاهلي بيمثل كورة واحتفظ بها واستهلك بلوقت ولغة كورة بيهبط شوية لعبت المقولين يعني كابتن ماهر من وجهة نظرك واحنا وصلنا للاهاية لسودة التحريم بتاعنا رجل مباراة يعني الرجل المباراة يعني كلنا شايفين ان حسام عادل بصراحة من المهاجمين الوعدين المهاجمين بيجيب هدفين بيوصل للهدف رقم 11 فأكيد بيخش في المنافسة واضح ان عنده إصرار وعزيمة ومهاجم قوي وسريع حتى بيقف على الكورة بيجد ألعاب الهوى عنده عنده ثقة في أداءه بيروح له جول ما بيخافش تسجيلاته كلها الجول الأولاني فيه ثقة جرأة وجرأة بشكل كبير وبعدين الهدف التاني فيه مهارة باستلام في الدريبل في سرعة حط المدافع في ظهره وبعدين زي ما انت قلت رؤية بص وبعدين حطاها على يمين الحارس فأنا شايف ان حسام عادل هو رجل المباراة إذن رجل المباراة من وجهة نظر كابتن ماهر همام حسام عادل من وجهة نظر كابتن محمد حشيش تماما مع كابتن ماهر حسام عادل أحرز هدفين تحركات كثيرة جدا جري كمية جارية كبيرة بس لا أغفل بصراحة عشان ندي الناس كلها حقها أيوة برضو من الناس اللي كانت متفوقة عن مؤولين العرب رقم واحد وعشرين من اللعبة كويسة أو ده برضو عنصر من عرص رجادة في المنتقل بس احنا عايزين واحد بس رجل مبارا مين حسام حسام عادل كما أنت وصرته علي وأنا باتفق معاكم اليوم في المية إن حسام عادل هو رجل المباراة النهاردة يعني النهاردة ما شاء الله يعني النادي الأهلي بيعزز كمان الصدارة وبيصل للنقطة 48 وبيبتعد بالصدارة في ترتيب الجدول عن نادي المؤولين العرب وزي ما قلنا النهاردة أهمية المباراة إن كانت ما بين الأول والتاني علشان كده النهاردة مباراة النهاردة بست نقاط ألف مليون مبروك لفريق 2006 للكابتن سامر عبد الرحمن للكابتن خالد بيب وكل التوفيق إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية اللي هتكون فيه الفترة اللي جاية فيه توقف مع كابتن محمد أعبا المنتخب مصر الناشئين اللي أيضا بنتمناول التوفيق تحية تعنا بشكر ضيوفي الكبار نجوم الأهل الكبار كابتن مهر همام شرفتنا ونورتنا كابتن مهر شكرا حبيبا شكرا حبيبا ببنا يا خليك ألف مبروك للنادي الأهلي طبعا وقطع النشئين طبعا اتطمنت على مستقبل النادي الأهلي طبعا يا كابتن حنا مطمننا على مستقبل النادي الأهلي من بدري بصراحة يعني من السنة اللي فاتت الولاد اللي شرفونا والنهاردة بضع قطع النشئين يعني بنتمتع بقى في المستة وإن شاء الله هم أبطال الدورة السنة اللي فاتت والسنة اللي إن شاء الله كونوا أبطال الدورة إن شاء الله كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا ودائما وشك حلو معنا ربنا خليك يا رب وإحنا زي ما بأكد كلامك كابتن مهر نتطمنين في وجود كابتن خطيب على رأس المنظومة النادي الأهلي إن دائما النادي الأهلي فيه انتصارات ودي حاجة بتسعدنا بما بنيجي نشوف في الاستوديوهات التحليلية بتاع النشئين البرنامج بتاعك المتميز بنتطمن على اللي جاي بالنسبة النادي الأهلي إن شاء الله وزي ما اطمننا النهاردة على فريق 2006 ونشئين النادي الأهلي ومستقبل النادي الأهلي بكرا إن شاء الله نبارك للنادي الأهلي بموراة مهمة للفريق الأول أمام المريخ السوداني بكده وصلنا لنهاية الاستوديو التحليلي استاذ الأشبال بشكر ضيوفي نجوم الأهلي الكبار وبشكر حضراتكم اشتركوا في القناة